تنتهي الهدنة وتنتهي تمديداتها بعد إعلان ميليشيا الحوثي وصول تفاهمة الهدنة إلى الطريق المسدود تصريحات الميليشيا التي وصفت ببيان الطريق المسدود دفعت محللين سياسيين للتأكيد على أن للميليشيا شروطاً للموافقة على استمرار الهدنة في خطوة وصفت بالمستفزة فلطالما تذرعت الميليشيا بملف المدنيين والملف الإنساني لتحقيق مكاسبها ويرى مراقبون أن بيان الميليشيا لا يخرج عن كونه انتهازياً واستفزازياً لتحقيق المزيد من الشروط في إشارة إلى الخلاف الحاصل داخل مجلس قيادة الحكومة اليمنية وبالتالي تعمل ميليشيا الحوثي على استغلال ذلك لتحقيق مكاسب على طاولة المفاوضات وعلى الرغم من توقع محللين عسكريين عدم انزلاق الأمور إلى مواجهات واسعة إلا أن أي استهداف من ميليشيا الحوثي لمنشآت سعودية سيدفع التحالف العربي مجدداً للرد عسكرياً على الميليشيا الأمم المتحدة وعلى لسان أمينها العام أنطونيو جوتريش كانت قد حضت على تمديد الهدنة للوصول إلى عملية سياسية شاملة تفضي إلى تسوية تنهي الصراع دائر صراع يرى كثيرون أن واشنطن تتحمل مسؤوليته في حال عودته بعدما أخرجت ميليشيا الحوثي من قوائم الإرهاب صحيح أن الهدنة جعلت الكثير من اليمنيين يتنفسون الصعداء إلا أن بيان ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران نسف جميع الجهود الرمية للتهدئة بما فيها الجهود الأممية الراعية لها وهو ما يفتح الباب مجدداً لسقوط المزيد من الضحايا الأبرياء داخل اليمن وخارجها ترجمة نانسي قنقر